هذا وقد شارك اليوم عشرة الألاف من الإيرانيين في وسط العاصمة طهران في مراسم تشيع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيهما الذين قضوا في حدث تحطم طائرة مروحية في شمال غربي البلاد وانطلقت مواكب تشيع الجثامين بمشاركة شخصيات أجنبية بارزة من جامعة طهران إلى ساحة شاسعة بوسط العاصمة وكانت مراسم تشيع الجثامين قد بدأت أمس في مدينة تبريس بمشاركة عشرة الألاف من المشيعين ومن المقرر أن تنتقل الجثامين من العاصمة تهران إلى محافظة خراسان الجنوبية لنقلها إلى مدينة مشهد مصقة رأس رئيسي حيث سيورث ثراء الخميس بعد مراسم جنازة في ضريح الإمام رضا ترجمة نانسي قنقر